جددت غامبيا أمام عضاء اللجنة الـ 24 بالأمم المتحدة تأكيد دعمها ثابت لسيادة الوطنية للمغرب ووحدة الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً نهائياً وجاداً وقائماً على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ 24 لمنطقة الكاريبي في كاراكاس بمنزولا قال السفير الموثل الدائم لجامبيا لدى الأمم المتحدة لامين ديبا أن بلاده تجدد تأكيد دعمها ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل حلاً قائماً على التوافق وجاداً وقابلاً للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي وأبرز أن من شأن مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي ملحوظ المساهمة في تحقيق أمن والاستقرار المنطقة سيما أن منطقة الساحل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر